منذ خمسة أشهر إذن على استمرار الأدوان الإسرائيلية على قطاع غزة والحياة شبه معطلة في إسرائيل فالواقع الاقتصادي في تدهور دائم رغم حجم الدعم المتواصل الذي يتلقاه الاحتلال من هنا وهناك من دول العالم لدرجة أن رئيس بورسة تل أبيب حذر من أن تتحول إسرائيل إلى بلد فقير التصريحات الأخيرة للرئيس التنفيذي في بورسة تل أبيب إيطايل بن زائف أثارت جدلا واسعا إذ حذر فيها من الموقف الاقتصادي الذي تتجه نحوه دولة الاحتلال نحو سيناريو اقتصادي مرعب وطالب بالتحرك لتعزيز الاستثمار هذا التحذير يأتي مع آخر أطلقه الرئيس التنفيذي للشركات المتداولة في البورسة ذاتها إيلان الفلاتو الذي نبه إلى مخاطر الإفراط في الإنفاق العسكري على مستور فاهية الإسرائيليين بالإشارة مشاهدين إلى آخر بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي فقد كشف النقاب عن انكماش في الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023 بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة إضافة لتدهور كافة القطاع أو القطاعات بالأحرى في وقت يشهد مستوى الاستثمار تراجعا بنسبة 70% مكتب الإحصاء الإسرائيلي قال إن انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام 2023 تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب في غزة وتغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط ودفع تكاليف الإسكان البذيل ونقص العمالة في البناء جذير بالذكر مشاهدين أن حكومة نيتانياهو أجبرت هذه السنة على التوجه نحو الاستدانة استدانة 60 مليار دولار وتجميد التوظيف الحكومي وسيادة الضرائب وذلك بعد تضاعف إنفاقها العسكري بفعل العدوان على قطاع غزة منصات التواصل شهدت تفاعلا واسعا محمد البازوري قال خسائر إسرائيل العسكرية والقانونية والإعلامية والاقتصادية فادحة وهي مؤشرات تنبئ بالتحالل التدريجي للكيان الاستيطاني أما حالة فقد قالت خسائر الكيان المؤقت الاقتصادية ما بعد معركة طفان الأقصى ستكون متوزعة ما بين خسائر مباشرة وغير مباشرة أضعاف ما قدرته وزارة الحكومة الإسرائيلية حتى الآن اشتركوا في القناة